تحقيقا للاستراتيجية العالمية للقضايا على فيروس شلل الأطفال التي وقعد عليها بلادنا كغيرها من دول العالم بغية حماية الأجيال جاءت هذه الحملة التي أطلقها الأمين العام لولاية لغونا شرقيا جناج كلا ممثلا لحاكم الولاية بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الأحياء وأمهات الأطفال وفرق التطئيم التي أوكلت إليها هذه المهمة منذ بصحة بالولاية الدكتور علي سماعين بقار تحدث عن الاستراتيجية وأهميتها بحضور عدد من المسؤولين الأمين العام لولاية لغونا الشرقية هنغاناج كلا دعا المجتمع للأهمية بهذا التطعيم كما حث الفرق المكلفة بالمتابعة والبحث عن الأطفال بيت بيت لأن هذه الحملة تدخل ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى حماية المجتمع من الأمراض وضمان مستقبل الأطفال كما دعا السلطات التقليدية ورؤساء الأحياء مشاركة وتوجيه رعاياهم لمساعدة الفرق في تطعيم الأطفال دوباء